اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سأختار ألوان العالم الوطني الجزائري أو عالم بلدي الجزائر الذي هو الأبيض الأخضر والأحمر سيكون لدي أحذية رائعة لكرة القدم سأختار أحذية رائعة سأختار أولا لديك رائعة لكرة اقرأنا سوما جاوب أشتركوا في القناة في المستقبل إذن لدينا سؤالين وجاوبنا عنهم نصيحة فقط عندما يكون لدينا النص ولدينا أسئلة توجد بعض الكلمات في السؤال نجدها في النص نتبع الكلمة ثم سنجد الإجابة مباشرة إذن هنا مثلا ياسيم بغاهيمي هنا أيضا مكتوب ياسيم بغاهيمي هنا أيضا الفرب شوازير وهو موجود هنا إذن يمكن من خلال الإسم أو الفعل أو أي كلمة أن نجد إجابة هنا سغى هنا سغي إذن فعل في المستقبل الذي سنراح عند الشرح إذن هنا في الجدول وضعوا لنا أفعال إذن في المستقبل سبقا وأنا عملت فيديو على هنا سنقوم بالشرح بصفة بسيطة بعدها ننتقل إلى تمارين إذن نبدأ بأتر سبقا وأنا عملت فيديو سبقا وأنا فعله نكمل ما تبقى من الصفحة ننتقل إلى فعل ثاني من المجمع الثانية قلت لكم سابقا أن المجمع الثالثة محذوفة إذن سنكتفي بالمجمع الثانية يفعل شواجر يختار اذا بالنسبة للمجمع الثانية المجمع الثانية نكتبه كما هو ونضيف فقط A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T أما أتروا أفوار فعليكم بحفظه نتقل إلى ثانيا ركوبي لفراز puis شوزي لفرم كوريكت دي فرق إذن طلبا بنا بإعادة كتابة الجمل بعدها إختار سنختار بين قوسين هناك فعلين سنختار الفعل الصحيح سنقرأ النص Demain, il finira, finirait ses devoirs et il terminera, terminera le dessin du Fénèque Quel fainéant l'année prochaine il passera, passera au collège et il aurait, aura de nouveaux amis il serait, sera parmi les grands le sujet السنة الموالية il il هنا أيضا il, passera a فقط هنا أيضا لدينا فقط il نكتب أغة أو نختار أغة avec a il, sera الفعل المرافق إذا إذا كانت لديكم اقتراحات فيديوهات أخرى ما عليكم إلا ترك تعليق قبل أن تغادروا فضلا وليس أمرا شاركوا في القناة فعلوا زر الجرس وضغطوا على لايك شاركوا الفيديو لتعوما الفائدة نلتقي في فيديو لاحق وفي درش جديد أولا سنبدأ بقراءة النص وشارحة لرغف دو پتي ياسين براهيمي إذن لرغف معنى حلم الصغير ياسين براهيمي je m'appelle ياسين براهيمي quand je serai grand je serai joueur de football je choisirai les couleurs de mon pays l'Algérie blanc vert rouge jaurai de jolis souliers de football je markerai beaucoup de but سنشرح إذن جم ياسين براهيمي اسمي ياسين براهيمي عندما أصبح كبير سأصبح لعب كرة القدم سأختار ألوان العالم الوطني الجزائري أو عالم بلدي الجزائر الذي هو الأبيض الأخضر والأحمر سيكون لدي أحذية رائعة لكرة القدم سأسجل أهداف كثيرة إذن سؤال أول لي le text puis réponds اقرأ النص ثم جاوب أ كيف سر ياسين براهيمي plus tard إذن ماذا يصبح ياسين براهيمي في المستقبل ماذا إذن إجابة هي كم جو سر جو 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 إذن سي أصبح لاعب كرة قدم كو شو سي ماذا يخطار إذن نقول إل شو إل إل أخذر لأنه في النص قالا شو 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 إل شو إل إل شو إل شو سؤالين وجوابنا عنهم نصيحة فقط عندما يكون لدينا النص ولدينا أسئلة توجد بعض الكلمات في السؤال نجدها في النص نتبع الكلمة ثم سنجد الإجابة مباشرة إذن هنا مثلا ياسيم بغاهيمي هنا أيضا مكتوب ياسيم بغاهيمي هنا أيضا الفرب شوزير وهو موجود هنا إذن يمكن من خلال الإسم أو الفعل أو أي كلمة أن نجد إجابة هنا سغ هنا سغ إذن فعل في المستقبل الذي سنراح عند الشرح إذن هنا في الجدول وضعوا لنا أفعال أدخ أفوار أو فتور سامبل إذن أدخ أفوار في المستقبل سبقوا أن عملت فيديو على أدخ أفوار هنا سنقوم بالشرح بصفة بسيطة بعدها نتقل إلى تمارين إذن أبدأ بأتر أدخ أفوار أدخ أفوار إلا أفوار 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 أدخ أفوار فعليكم بحفظه نتقل أفوار 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 learned ق surprising أفوار بحوار ممiform Next 게임 أفوار 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 ادخوه أفوار Charles جديد